بسم الله الرحمن الرحيم برحب بكم معايا في درس جديد من دروس سلسلة احتراف فلاتر تراب كود وزاكسوركس النهاردة ان شاء الله هنكمل مع بعض البلوجين تراب كود بارتيكولر طبعا البلوجين هو كبير وكبير جدا لكن احنا بنتعرض لأهم الخصائص والحاجات اللي موجودة فيه يعني مثلا النهاردة يعني كلامنا هيبقى مركز شوية على الكاستم بارتيكولز اللي كناتكلمنا عليها قبل كده وكمان هنتكلم على حاجات في الفيزيكس وازاي نوفق كذا سلد عليها بارتيكولر عشان نطلع في الآخر عمل كويس هنعمل النهاردة حاجة بسيطة جدا اللي هي محاكاة انفجار بسيط هو طبعا مش انفجار بالمعنى المفهوم ولكن زي ايه جنشوت كده يعني زي طلق البندقية ايا كان المهم انه هو محاكاة لعملية الانفجار وتناصر للجزيئات وكمان الدخان اللي حوالي الانفجار اللي على فكرة مش شرط انه قويبقى دخان الانفجار ممكن تطبق نفس الاعدادات دي مع تغيير بسيط على دخان او سموك عادي كده انت تعمل منه دخان او تعمل منه صحب او تعمل منه بخار طبعا انت حر فيه الديزاين اللي انت عايز تعمل نشوف بقى الكلام ده اتعمل ازاي الاول بس هعمل فولدر جديد عشان احط فيه الكمبوزيشنز من قبل كده عشان نبدأ يعني في كومبوزيشن فاضي اول حاجة عايز اعملها الكلودز اللي انتو شفتوها دي اللي هي دي اللي هي السموك ده انا عايز اعمل السموك ده اول حاجة مبدأ ايا هنروح لكمبوزيشن نيو كومبوزيشن وهي هسمي دي فاينال كومب وخلي الوقت بتاعها عشر سوائن انا مش عايز اكتر من كده بعد كده هعمل اوكي بعد كده هروح للاير نيو سولد هسمي السولد دي كلاودز طبعا تحور في الاسم بعد كده اعمل اوكي هروح ل افكتس تراب كود وانزل بارتكولر بغض النظر عن الاصدار اول حاجة ادي شكل طبعا البرتكولر بس انا في الحالة بتاعتي عايزو يعمل زي باف سموك يعني عايزو يعمل لي زي ما احنا شفنا دخان وبيتصاعد لفوق بيبدأ مركز وبعد كده بيبدأ يتفرق عن بعض عشان اعمل الحتة دي اول حاجة هعملها هروح في المتر عندي البرتكولر برساكند البرتكولر برساكند اول حاجة عايزها عايز ان دي زي ما احنا شايفين بتبدأ ببرتكولز كتير قوي وبعد كده العدد بيبدأ يقل وكمال عندي فيه شفافة لكن المين برت بتاعي في العدد اول حاجة في البرتكولز برساكند هروح عامل كيفريم وقل له بدأ لي بحاجة عالية خلى لي مثلا بتاع 3000 3000 طبعا كتير لكن خلي بالك في البرتكولز انت بتتعامل مع الفريمات مش مع السواني فريم واحد على فكرة او اتنين او تلاتة كتير جدا بالنسبة لي البرتكول زي ما نشوف دلوقتي هنتحرك بعد كده فريم واحد لقدام هتضغط بيتج دون من على لوحة المفاتيح عشان يحركك فريم واحد لقدام وخلي التلاتة تلاف دول صفر بالشكل ده كده اصبحت كده ادتني اللي انا عايزه اه بالمنظر جميل طيب بعد كده بعد كده تعالوا نسبة بس هنا تعالوا بقى نتكلم في شكل البرتكول زي انا عايز دخان صح اذا شكل البرتكول سهاروح لبرتكول واقول له البرتكول طيب بتاعي خلهولي خلوا بالكو ده برتيكولر 2 الناس اللي شغال برتيكولر واحد ونص هتلاقي كلاودلت وهتلاقي سموكلت في برتيكولر واحد ونص سموكلت احسن تمام فانا هاختار هنا كلاودلت عشان يديني شكل ضبابي او شكل سحابي بعد كده هقول له الصيز بتاعك اعليه شوية تمام بالشكل ده يعني خليه بتاع هي دي مثلا 58 طب ما نخلي يعني نخليها مثلا بتاع 35 وطبعا الصيز راندوم هنعليه نخليه مثلا بتاع 80% بفي تفاوت في الحجم بصوا في انشاء الدخان ايا كان نوعه الحتة الاساسية بتاعته الوباسيتي والراندوم اوباسيتي بالمناسبة انا شغال على 16 بيت انا هرجحها 8 بيت علشان تشوفوا اناقصوا دي بحتة 16 و8 لما روح على اوباسيتي هخلي الوباسيتي قليلة قليلة على فكرة مش 30 40 لا 1 أو 2 تمام فانا هخليها 2 بالشكل ده كده وخلي فيه راندوميزيشن في الوباسيتي عالية شوية وليكن مثلا 75 بصوا بقى كده بدأت تديني شكل ايه فيه شكل ضبابي او شكل سحابي لي الدخان تمام تعالوا بس نشوف في اه تصدقوا ان انا اصلا ما عملتاش هروح بيتج دون اه ده هي صفر صحة عملتا كده مظبوط تمام اوي بس في حاجة لو خدت بالك لو قربنا 100% شايفين اللون نفسه زي ما زي ما كده ايه يعني اكنه فيه اه فراغات مش مظبوط ده ليه لان انا شغال على تمانية بت لكن لو انا شغال على 16 بت مش هيبقى فيه الجابس بين الالوان دي وبعضها او التدريجات دي يعني نضغط alt ونضغط على تمانية تبقى زي ما تشايفين شفته اللون الزبط او ما عادش فيه الجابس بين الالوان لو ضغطنا alt 32 طبعا مش هيبصلها لكن لو رجعنا تمانية اعتقد ان الفرق باين وواضح جدا جدا في الفراغات اللي بين اللون وبعضها فانا هكمل 16 او نكمل على تمانية بت وفي اخر او لما تيجي بقى ترندر اقلب ل16 bit per second او per channel تمام بيه المنظر ده طيب تعالوا بقى نزبط الموضوع شوية عن كده كمان لو احنا روحنا كده لو احنا خدنا بقنا من التمرينة اللي فاتت او composition اللي فاتت الانفجار ده او الموجة الاولانية بتاعت السحاب دي بتبقى قريبا من مركز الانفجار ما بتتشتتش بعيدة عنه كده علشان كده هنروح لفلوستي ونقلل الفلوستي شوية وليكن نخليها مثلا بتاع 50 بالشكل ده كده على فكرة انا ملاحز انه ثلاث تلاف كتير لو خلناها الفين تمام هتبقى احسن بالشكل طيب برضو احنا لاحزنا ان البخار ده او الدخان ده بيطلع لفوق كون انه بيطلع لفوق دي راجع لي مين للفيزيكس ومن الفيزيكس راجع لي الجرافتي تمام اهي ادي الجرافتي الجرافتي مثلا بصفر خليها مثلا بسالب هنقول بسالب 100 خلاص بالمنظر ده اصبح الدخان ده هيطلع تمام وانه يتصاعد لفوق طبعا لو انت حابب انك انت تفتح الفيلوست شوية وده اللي انا عايز اعمله يعني بدلا ما ايا 50 نخليها مثلا بتاع 80 ونعمل 0 اعتقد انه كده بقى واقع وكويس اكتر على فكرة لو اتقلبت ل 16 انا عايز اشتغل 16 مش عارف احكم على ذكر التصميم اصلا 16 داتني شكل احسن ليه السموك بتاعي وشكل اوقع ليه السموك بتاعي طيب ده كده المرحلة بتاعة البف او المرحلة بتاعة السموك ومفهاش مفهاش كلام تاني عن كده ممكن ان احنا لو عايزين نزبط فيها شوية ان احنا نروح لل الفيزيكس ونروح لل air وممكن ان احنا نلعب في الويند بس على الواي وبالسالب يعني ممكن نخليها مثلا 30 تمام هنلاقي ان الدخان ده هيتزق لفوق بفعل الريح منه هو كمان على فكرة خد سرعة اكبر بالمناسبة الحل في سرعة البارتكلز بطريقة من اتنين يا ويند يا اما الفيلوستي بس خلي بالك الويند بتحرك مركز البارتكلز عشان تبقوا عارفين الويند بتحرك مركز البارتكلز او الامتر بويند بتاعت البارتكلز لكن لكن الفيلوستي بتحرك البارتكلز نفسها بغض النظر عن المركز ممكن كمان نطلعها بالسالب 50 مثلا في الزل عشان تبقى جاية في وش يعني اكينها يعني جاية القدام والفوق بالشكل ده كده طبعا الانفجار هيبقى outwards يعني هيبقى في اتجاهنا احنا فبرضو بنحاول ان احنا نحاكي ادك التفاصيل بالشكل اهي كده جاية القدام بالمنظرة طب هل في حاجة تانية مفيش اي حاجة تانية ده بالنسبة لي الكلاودز او بالنسبة لي الموجة الدبابية الاولى اللي هتطلع من الانفجار بتاعنا بعد كده بعد الكلاودز عندي اللي هي عشان برضو متخيلين معايا عندي ال ال او الشرار اللي بيتلقى اللي هو الشرار ده هنروح نعمله layer new solid ونسميها sparks ونضغط اوكي بعد كده هنروح ل effects وناخد control alt shift اي عشان يطبق اخر اي افكت احنا عاملينه اللي هو particular وبرضو بنفس الموضوع نفس القصة شأنها زي شأنها اي حاجة بتنفجر ومش عايز اشوف particles بعد كده هروح امتر particles per second keyframe هخليها مثلا والتكن 2000 وبعد كده هروح pitch down frame 1 بس القدام وخليها بzero تمام لو انا جيت بصيت هلاقيها بالشكل ده كده بس في حاجة نقصة ان انا عايز دي ما تنزلش لتحت ما يبقاش ليها gravity لتحت تمام بالمنظر ده كده او بغض نظر عن gravity يعني انا هروح ل physics ابص الجرافتي معمولة لا يا رب انا عايزها ليها gravity لتحت هخليها بمية بالشكل ده كده بالمنظر ده بس الحتة الليها بتنزل على طول دي هحلها بمين بالvelocity يعني الفيlocity اللي انا عايز دول يطلعوا بسرعة جدا فهعلي الفيlocity قوي تمام 200 300 400 زي ما انت تحب انا وصلتها معايا لخمسمية تمام فطلعت بالمنظر ده زي ما احنا هنشوف دلوقتي نشوف كده داني تمام بالمنظر ده طبعا لو انت عايز تقلل شوية عن الفين ممكن نخلي نخليها 1000 كده مصبوط كويس 1000 عشان ما تبقاش كتير قوي كويس قوي طيب فاضل بقى الحاجة اللي هتعمل لنا الحبكة شوية اعتقد ان الفلوس دي ممكن تعلى ل700 تبقى اقوى يدي قوة اكتر للانفجار بالمنظر ده كده هو كويس يعني هو كده لغاية كده تمام لكن ممكن يبقى احسن من كده ازاي بقى احنا نخلينا كده او نخلينا قدام شوية عشان يبقى بعيد لو احنا دققنا شوية اول نخلي دي حجمها صغير عن كده شوية هنروح لبرتكلز نخلي الحجم وليكن باثنين بحس بقى شرار رفيع كده وصيز او رندوميزيشن ولتكن ب30 في الماء يبقى كبير وفيه صغير ويديها لون بس نخلي اللون يعني لو احنا جينا ندقى مثلا في اي انفجار بتلاقي ان لو في شرار ولا حاجة ليه اللون قريب من اللحمر يعني يعني كل طبعا ما الحاجة بتكون سخنة جدا كل ما لونها بيفتح قوي يعني انت لو سخنت مثلا اي حاجة بتلاقي لونها بيبدأ من اللحمر وبعد كده يبدأ يزيد شوية يبقى برتقاني لو درجة حارة عالية شوية تبقى أصفر لو علية قوي بتروح لللون اللبي فده نروح لسيت بريسيت هنا ممكن بتدي لك ثلاث ألوان مع بعض اللي هي الزرق دي اللي هي ده وده اللي أنا محتاجه بتبدأ أبيض بعد كده دبل كليك وقوله خليها لي تروح للون البرتقاني ده وفي الآخر تمام خليها لي تروح للون البرتقاني الغامق وعشان نقدر نشوفها أسرع أو تروح لللون البرتقاني قبل ما تختفي تعال نصغر الcolor cycle شوية بحيث إنها تروح لللون البرتقاني بدري شوية تمام بالشكل ده نعمل كده تاني تمام طيب في بقى حاجة كمان إن أنا عايز بس أخلي life per second بالنسبة لل ال سباركس كبير شوية وليكن أربع ثواني وهعمل حاجة كويسة هروح عند أربع ثواني مش عايز ده كله وقوم جاي قافل ال composition و write click في الحتة دي في المكان اللي أنا وقف فيه بالزبط على المسطرة وقل trim work أو trim comp to work area كده هيقوم جاي قطع لي الحتة اللي برا اللي ما لاش لازمة ويمدي لي الحتة أو المدي ال end point بتاعتي ودهالي عند الحتة بتال عشر سواني دي بس العشرة دي هتبقى أربعة هقوله trim comp to work area بالمن بالمن عشان يعني ما يبقى فيه frame زيادة خلاص فيها يعني يزود علي الوقت في الرند نشوف تاني تمام فضل لها حبة زبط بسيط ايه هم مبدئيا هقوم رايح على motion blur على sparks ونشطه ونشطه على مستوى composition بحيث يبقى بالشكل دا كده ممكن كمان أزود عدد ال particles هم 1500 بحيث يبقوا بينين وظهرين في الانفجار بتاعي طيب كده تمام في ايه تاني ممكن ان احنا نعمله ممكن ان انا اغير نوع ال particles بدل ما هي سفير اخليها glow يبقى عليها glow كده تمام اا ممكن 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 اقل اقل الفيزر بتاعها بحيث تبقى حادة بالشكل دا ممكن كمان ممكن نعمل ايه هو هنا اصلا فتح لي glow خلاص ممكن اقول glow size اقل له شوية لان انا هحط اصلا glow من عندي الوباسيتي لو انا علتها هيبقى ظاهر قوي كده feather اقل له شوية transfer mode اخلي بadd تمام تعالوا بعد كده بقى نقفل ده ونجرب ان احنا نحط standard glow بتاع الافتر نشوف هات تدينا ايه اعتقد انها كده شكلها بقى احسن تمام من الاول لكن لو احنا مثلا قللنا الرادياس حبتين ونقلل threshold عشان تبقى بين ولمعة قوي زي كده نخلي من glow colors نقوله A و B colors عشان نقدر احنا نحط اللمعان اللي احنا عايزينه وليكن ده كده وفي الاخر تروح مثلا ده اللون البرتقاني نخلي intensity ولتكن اتنين على فكرة الجلو هنا لو احنا شننا الموشن بلار ده هنلاقي بالشكل ده ومشكلة الموشن بلار انه بيضيع الجلو شوية ولو فتحنا البرتكولر وروحنا للsize بتاع الجلو الاصلي بصوا الجلو الاصلي بتاع السفيرز هنلاقيها بالمنظر ده كده الوباسيتي لو قللناها هنلاقيها بالشكلة ده لكن انا عايز اخليها مرفوعة الفيذر لو قللته هلاقيها حد جدا بالمنظر ده كده ولو علت الوباسي هلاقيها بالشكلة طبعا انت ليك الحرية في ان انت تسيبها او ان انت تزودها زي ما انت عايز اعتقد انها كده كويس فاضل بقى ان انا عايز اعمل ايه اكين ده في الهوى وعايز اعمل مقاومة ري يعني دي مثلا بتنفجر وعايز اعمل اكين الهوى بيزقها هينزلها لتحت هروح لال air عندي انا احكا اسمها air resistance ما ترفعاش قوي لان دي الواحد فيها النص فيها بيفرق خلاص يعني انا هخليها واحد شفتوا اعملت ايه بصوا كده اللي هيحصل ده عملت zero هخليها اتنين عشان تشوفوها اسرع ايوه هو ده هو ده تأثيرها يعني شفتوا شفتوا نزولها لتحت يعني الفلوستي عالية جدا المفروض انها تقوم نطرة ده كله برا الكمبوزيشن لكن ايه اللي بيخليها لكنها بتحد من قوتها كده الحتة بتاعت irresistans تعالوا نزودها برضو عشان تبقوا شايفين بصورة واضحة كده مش هتكمل لغاية مكاب بتكمل الاول كده هتيجي عند قبل ما تخرج وتلاقوها بدأت تنزل لتحت اهي فعلا بدأت تاخد خطها لتحت ليه لان irresistans عالية جدا فيه rotation ليها option فوق ما بيتنشطش قال لزا دي اتنشطت وهو الرولكو دلوقت على فكرة هو مش ضروري في شغلنا لكن انا عملته بالمناسبة كده طالما اجيقوا قدامي عشان اوريكو option اللي موجود فوق نشوفها كده بالسريع بقى طبعا هي عالية فانا هخليها واحد علشان ترجع اوقع ونطلع فوق شوية تمام في الoption الجديد على فكرة اللي هتكلم عليه ده بقى الجديد في particular 2 وعلى فكرة زي ما قلت هو مش شرط مش شرط ان احنا نعملها انا قلتها لمجرد ان احنا نبقى عارفين ايه دي وبتعمل ايه ومربوطة كمان بايه اللي انا عايز اتكلم فيه اللي هو الoption بتاع rotation خلاص وده الoption الجديد اللي موجود في عاوز بس ابص عليها شوف فين اه rotation هنا مقفول مقفول ليه لان نوع الparticle ما هواش custom particle لو custom particle هيفتحه وطبعا الاسفير مهما تدورها هي هي اسفير فقفلوا طيب هل انت عايز wind مثلا ممكن نعمل wind على x على z يا ربي تزوق اهل قدام شوية عشان يبقى فيه مقاومة للا air resistance طبعا z لو بالسالب هتبقى الرياح جاية ناحيتك انت فنعملها مثلا سالب 25 مثلا ونعمل كده نشوف طبعا ازقت بقوة اكبر خلاص وهتاخد مسافة اكبر شوية عن الاول عما كانت بتاخد قبل ما تبدأ تاخد خطها لتحت بالمنظر دا كده كويس قوي لغاية كده ال sparkles خلاص يعني مش هنتكلم عليها اكتر مك طبعا كل اللي احنا كنا بنعمله ده مجرد tweaking او مجرد ان احنا بنزبطها طبعا لحسب ما انت تحب وبالمناسبة لو احنا عايزين يعني بتدي واقعية او سرعة اكتر من كده في 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 تمام لا مش في 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 ال في الموشن بلار هنا هو تمام يعني واخد نفس زبطة لكن لو انا استعملت الموشن بلار الخاص بال احسن 100 مرة من الموشن بلار اللي موجود بتاع الكمب ولو انه بياخد وقت كتير شوية في عملية الرندرينج لكن اقوى واحسن من الموشن بلار بتاع الافتر افكت نفسه جميل في بس ان احنا الطيب بدل ما هو لينير هخليه سب فريم سامبلز وسب فريم سامبلز دي لو انت اخترتها هتقول له ليفلز اللي هو عدد الفريمات اللي الموشن بلار هيعملها بين كل حركة والتانية طبعا هو هيعمل تمانية ممكن تعلي اكتر من كده بيديك سموز اكتر في الموشن بلار لكن طبعا بياخد وقت اكبر في عملية الرندرينج بالشكل كده اللي سباركس خلصت تمام اللي هتكلم عليه ان شاء الله في الجزء التاني من المحاضرة ازاي نعمل زي حطام يعني حطام كده بيطلع مع الانفجار وكمان طبعا دي هيبقى فيها custom particles وبرضو ازاي نحط زي لينس فلير تمام علشان يدي شكل للانفجار وازاي نحط زي موجة دخان بتطلع بقى في المكان اللي حوالي الانفجار دو شكرا لكم وشوفكم في الجزء التاني كان معاكم مهندس احمد عبد الرحمن رياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته